تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلمان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشرقة أقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشرقة للتميز 2022 في مركز إكسبو الشرقة وذلك بحضور وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبداللاناس حيث فاز بنك البحرين الوطني بجائزة الشرقة للتميز من فئة التميز الخليجي وشهدت المسابقة مشاركة على نطاق محلي وخليجي وحضور رسمي رفيع المستوى من كبار الشخصيات والسلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وبهذه المناسبة أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبداللاناس على الدورة الذي يلعبه القطاع الخاص البحريني في إمراز مكانة البحرين الاقتصادية في المحافل الدولية وتعزيز صورة البيئة التنظيمية المتطورة والمحفزة للإستثمارات من خلال مشاركة مؤسساته في المسابقات الإقليمية والدولية وحصولها على مراكز مرموقة بين دول المنطقة مشيدا في الوقت ذاته بفوز بنك البحرين الوطني بجائزة الشارقة للتميز 2022 فيئة التميز الخليجي كما شدد على همية مثل هذه المسابقات الرامية إلى التأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول المنطقة وأسهامته في تنويع مصادر الدخل في اقتصادات الدول بما يجعلها أكثر جهوزية للمراحل الاقتصادية المقبلة اشتركوا في القناة